الحقيقة الفقرة دي مهمة جداً لكل المتزوجين والمقبلين كمان على الزواج لأنه فيه سجال دائر كده طول الوقت ما بين الرجل أو الزوج واجب عليه أنه يساعد في البيت ولا مش واجب عليه ففيه فريق بنلاقي فيه أن الزوج بيساعد زوجته في كل الأمور وكل المهام المنزلية وبيكون مشاركة ما بينهم وبيخففوا على بعض المهام المنزلية وده طبعاً بيكون في حد ذاته تعاون مشترك ما بين الزوج والزوجة وفيه فريق تاني بيقول لا والله الزوج مش المفروض أنه يساعد في البيت أو بيبقى في الشغل تعبان والستة هي اللي عليها المهام المنزلية وموضى ده بينتقس مقاومته أو لا ويعني كده الكبير كده دير يا محمد تبساعد في البيت ولا لا بساعد في البيت حقيقة من لازم أقول كده على الهواء بعترف مجبر أخاك لبطل زي ما بيقول بساعدش لا بساعد على الهواء عايز أقول لك جمانة إن نبينا الكريم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وهذا الحديث النبوي الشريف يعتبر كده دستور دستور لكل متزوج أو كل ما هو مقبل على الزواج خير ما تقوم به في هذه الدنيا أن تساعد أهل بيتك أنك تسندهم أنك تقف معاهم في حتى الأمور البسيطة المنزلية هنتكلم أكتر عن الفقرة دي مع ضفلا اللي منورنا ومشرفنا الشيخ محمود عويس الواعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية منورنا ومشرفنا أهلا وسهلا بكم وصباح الخير عليكم جميعا هبتدي مع حضرتك لو اتكلمنا يعني على هدي نبينا الكريم صلواته الله وسلامه عليه عن كيف كان يتعامل الرسول مع أهل بيتك بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وسلم أمن والله واتبعه ده اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله من أساسيات الأسرة السعيدة والبيت السعيد هو الذي يقوم على المشاركة وهو الذي يقوم على التعاون وعلى الحب وعلى المودة لا على هذا البيت الذي يقوم على الندية وعلى الأنا لا بالعكس التعاون هو أساس كل شيء في هذه الحياة الدنيا سواء مع زوجتي أو مع أهل البيت أو مع أي حد الله قال في القرآن الكريم وَتَعَاونُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاونُوا عَلَى الْإِثْمُ وَمِنْ أَكْبَرِ ألوان التعاون على البر والتقوى في البيت الله يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ إذن من أساسيات البيت أن يحمل كل واحد مننا هم الآخر وأن يشعر كل واحد مننا بهم الآخر كل واحد فينا يخاف على إحساس الآخر وعلى هم الآخر وعلى ما يعني يحزن الآخر فلا يفعله كما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو قدوتنا وهو دستورنا صلى الله عليه وسلم وهو من أمرنا ربنا أن نقتدي به صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا سيدنا رسول الله قال في حديثه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ده أخيه اللي هو المسلم أو جاره أو قريبه فما بالك بزوجتك اللي في البيت اللي هي أقرب الناس لك زوجتك في البيت وأولادك في البيت هم أقرب الناس وهم أولى الناس بحنانك بعطفك بمودتك بكل شيء جميل إذا كنا استغرب بعض الناس يكون برا البيت يعني مبسوط ومتفل وعشرة يجي هو البيت يرجع في البيت لا بالعكس سيدنا رسول الله كما تفضلت قال خيركم خيركم لأهلي و أنا خيركم لأهلي البيت قلبكم جماعة البيت هذا هو طريقي للجنة البيت هذا في أولادي أو مع زوجتي طريقي للجنة كان سيدنا رسول الله لا يستنكف ولا يستكبر مع أنه صلى الله عليه وسلم هو من هو في الفضل وفي المكانة وفي الشرف سيدنا رسول الله هو أفضل من خلق الله لكن مع ذلك كان عندما يجلس مع السيدة عائشة أو مع أحد زوجاته صلى الله عليه وعلى سلم عندما يسألنا سيدنا رسول الله طب بيعمله في البيت هل بيخش البيت وهو يعني متكبر مستكبر عنده أنفى عن العمل في البيت ولا كان يعمل فكانت تقول لله عنها وأرضاها كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مهنة أهله في خدمة من؟ في خدمة أهله وهذه هي الرجولة الحقيقية هي القوامة الحقيقية التي ذكرها ربنا في القرآن الكريم الرجال وقوامون على النساء القوامة ليست قوامة تسلط ليست قوامة رأي أنا فقط لا غير لا القوامة قوامة تعاون مشاركة مودة ورحمة تسيير وإدارة أعمال البيت كما كان يفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان يكون في خدمة أهله يعني في مهنة أهله كانت تقول رضي الله عنها وأرضاها يخصف نعله النعل يتقطع عزكم الله هو الذي يخيط بنفسه ويرقع ثوبه يخيط كمان الثوب بتاعه في حيث تقطعت ويحلب شاته عاوز سوية لبن عنده الشاه في البيت هو الذي يقوم بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيحلب شاته ويشرب بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قالت فإذا حضرت الصلاة خرج وكأننا لا نعرفه ولا يعرفنا الصلاة التي هي واسدة بين العبد ورب اتصال بين العبد ورب فسيد رسول الله هو سيد المتواضعين فالرجول الحقيقية هي أن تكون متواضعا مع نفسك ومع أهل بيتك لا تستنكف ولا تستكبر أن تعاونهم في أي شيء من شؤون البيت أو من شؤون المنزلية ومرضي شكرا مدعزوني المقاطعة ولكن للأسف أحيانا يمكن تعريم دينا الحنيف اختلطت للأسف ببعض المفاهيم المغلوطة وبعض العادات الخطئة فحتى يمكن التعاون بقى كمان نسب يعني أنا بتعاون بواحد شايف أنه بيتعاون مع أهل بيته مثلا فإنه بيشتغل كتير بره فبيرجع مسؤول عن المتديات على سبيل المثال هو لازم يرجع بيته ويبقى في أهتم راحة والبيت كله يعمل على خدمته فيه ناس تانية شايفة لأنه ممكن حد يشارك ممكن زوج يشارك بكل مهام الأعمال المنزلية في البيت إيه الصح عشان برضو تبقى الرؤية واضحة ويبقى المفاهيم واضحة الصح أن كل واحد له اختصاص وما ينفعش الاختصاص ده يضغى على اختصاص الآخر لكن ده لا يمنع أن فعلا الواحد بيكون تعبان بره البيت وكذلك الزوجة والأم تعبانة جوال البيت مع أولادها ومع بنتها والراجل برضو بيشتغل بره فبيتعب فالزوجة تقوم بما عليها في بيتها وتهيئ بيتها لزوجها يأتي الزوج بعد كده لو لي الزوج تتعبانة المشكلة أنه ساعدها هذا من حسن المعاشرة ده بيزيد المحبة حتى ما بينهما من أكثر من رسول الله انشغالا أو في سن رسول الله في الدعوة بره في الجهات في سبيل الله يعلم الناس ومع ذلك كان يأتي إلى بيته صلى الله عليه وعلى آله سلم فيقوم بأعمال بيته صلى الله عليه وعلى آله سلم فنضع الأمور في نصابها يعني لا يضغى جانب على جانب آخر وكل واحد مننا كما قلت الرجول هي أن يحمل كل واحد فينا هم الآخر وما فيهاش كمان مولانا انتقاص للرجولة أبدا لأنه زي ما جمال قالت من شوية في بعض المفاهيم الخطئة اللي هي بعيدة تماما عن الدين وتعاليم ديننا أنه ده لما الرجل يدخل المطبخ مثلا يساعد زوجته في غسيل الأطباق أو غيره مثلا فكأن ده مكتعيا فيها انتقاص من قدر الرجل أو قوامة الرجل فده معنى بعيد تماما عن الإسلام يعني إذا كلمنا عن رسولنا الكريم كأسوة حسنة إزاي بقى ده يتم داخل البيت لأنه في بعض الأحيان الزوجة بيبقى فيها لها طلبات لأنه أنه أنا عايز زوجي يساعدني وهو ما بيساعدش يعني دينيا أو شرع في ذلك ودخلنا في جدل كده من فترة بابده في جدل دور ما بين أنه فرد على الزوج بس مش فرد على الزوجة وأن الزوجة مفروض بالعكس تتقادة أكبر عشان يبتامله في البيت دي شغلتك أنت بالاسم عداف البيوت يعني بالشغلت أن أنا أساعدك في أمور البيت كل واحد عاوز يأخذ اللي ليه وما يديش اللي عليه لا كل واحد ليه يعني خصه الله وتبارك وتعالى بخصائص في عمله لن كل واحد فين يعرف أنا حقي إيه والواجب علي إيه والأمور في البيت لا تداروا بحقي وحقك بل تداروا بالفضل كما قال ربنا تبارك وتعالى جميل ولا تنسوا الفضل بينكم لو أنا همشيها في بيتي واحدة واحدة البيت مش هيمشي بالطريقة دي وأسرع ما يكونوا إلى والعزو بالله إلى الخراب وليس الدوام الديمومة في الزواج تقوموا على المودة وتقوموا على الرحمة وأكرر كل واحد يحمله هم الآخر وكل واحد يشعر ويحس بالآخر عملك في البيت مساعدة زوجتك أنك تساعد زوجتك في البيت أجرى كبير عند الله يتبارك وتعالى بدليل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه تخلف عن غزوة بدر غزوة بدر من أعظم الغزوات في الإسلام تخيل تخلف عنها ليه سيدنا رسول الله قال له أعد يا عثمان مجيش انت معانا للجهاد والجهاد ده أعتبر في الإسلام يعني من أعلى شيء في الإسلام دروة وسنامه كما قال صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم قال له اجلس لماذا لأن زوجته السيدة روقية بنت سيدنا رسول الله كانت مريضة قال له اجلس معها داوها مرضها قم على خدمتها خليك معها مجيش معانا للجهاد تخيل سيدنا رسول الله قال له أعد معها أعد مع زوجتك شوف هي عاوزة إيه واخدمها هي مريضة من اللي هي أعد معها وتخلف عن الجهاد ولما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة قال هذه عن عثمان هذه اليد عن عثمان وكأنه حاضر مع سيدنا رسول الله وقال له إن له أجر رجل من شاهد بدر كأنه شاهد بدر بالظب وليه أجر واحد كأنه حاضر وكأنه جاهد وقاتل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل وسلم في القتال ليه عشان قعد مع مين مع زوجته ده شي يعني يرسخه النبي صلى الله عليه وسلم في أذهان الناس إن خلي بالك قولك إنك تعد مع زوجتك وتحمل هم ولو مريضة تساعدها في أعمال البيت دا النبي قعد سيدنا عثمان عن الجهاد في سبيل الله وأجر الجهاد في سبيل الله يعني أجره يعني كما قال سيدنا رسول الله يغفر للشهيد بأول قطرة دم يغفر له كل شيء شوف يعني سيدنا رسول الله وضع هذا أجر الشهيد في مقام الجهاد يعني مساعدة الزوجة كمقام الجهاد تبقص القص وفعلا هنا في مقام الجهاد في سبيل الله إنك تجاهد نفسك على إنك تتكبرش تستكبرش كما يفعل بعض الرجال هذا يجهد للنفس أنا أكون متواضع كما كان يفعل صلى الله عليه وعلى الله سلم وقال ربنا تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف هذه من العشرة بالمعروف إن زوجتك في البيت هي أقرب الناس لك وأحب الناس إليك فساعدها ولا تكلفها ما لا تضيق كان سيدنا رسول الله لما يدخل البيت كان يسلم سلاما يسمع اليقضان ولا يوقظ النائم لما يخش بيته يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللي سامع يرد السلام واللي نايم ما يصحاش مش أول ما يخش البيت يعمل يعمل مشكلة في البيت ويرفع صوته في البيت سنو كله يصح لا سيدنا رسول الله كان يحترم هذه الخصوصية حتى لو كان زوجته نيمة كان يسلم بالراح زوجته صحية هتسمع السلام ويتكمل مع سيدنا رسول الله زوجته نيمة ما تكمل نومها لما تصحي براحتها كما كان يفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى الله سلم فدينا في هذه النقطة قائم يعني الملقص قائم على المشاركة والتعاون والحب والمودة بين الأزواج وإن يكون أنا أساعد زوجتي في أعمال بيت هذا بالعكس من أتم معاني الرجولة كما كان يفعل سيدنا رسول الله قلت يا شيخ محمود هو البيت قائم مش على النقطة قائم على الفضل بين الزوجين برضو من قول الله تعالى رجاله قوامون على النساء بما أنفقوا نعم التفسير الصحيح لهذه الآياء نعم هو كان الأصل أصلاً في الزواج وفي كل شيء زمان كان الزواج قائم على ماذا أنا عاوز أتزوج فأنا أروح أنا الراجل أتكلف كل شيء والزوجة لا تتكلف أي شيء ما تدفعش يجنيه واحد على عكس اللي أنا بني أعملها دلوقتي دلوقتي بقى بالنص الزوجة لا تتكلف أي شيء بقى بالعكس أنا بعد كده أديها كمان المهر بتاح فأدي معنى الإنفاق الإنفاق في سبيل الله تباور تعالى وإني أفضل نفقة أن الراجل ينفقها ينفقها على أهل بيته كما قال صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة تضاعها في مرأتك إلا كان لك بها أجر جميل شفت الحكاة أجل إزاي لما تعد مع زوجتك في الأكل أو حاجة زي كده ولو قلت لا تفضلي وحضرت لها لقمة في بقها لك أجر والثواب عند الله يتبارك وتعالى ورب يديك بها أجر كبير عند الله يتبارك وتعالى جميل فدي النفقة كان الراجل هو المسؤول عن زوجته والراجل هو المسؤول عن عن أختي وعن أمه وعن عمته وعن خالته فينفق من هذا المال الذي أعطاه الله له لهذه الزوجة طيب الزوجة ممكن تساعد زوجها ما فيش أي مشكلة لو كانت تعمل أو لو هم اتفوا على كده إنهما تساعد زوجها أو لو ساعد زوجها ده من باب البر والإحسان منها إليه زي ما الزوجة ليس فردا عليها أكيد لأنه كل واحد فينا الذي كما يقولون ذمة مالية خاصة منفظ لو كانت تعمل إذن لها ذمة مالية خاصة والرجل القوي الذي عنده رجول يعني يعني بعض الرجال يعني يرغمون أزواجهم أو أزواجهم على أنه ظالمان تدعمل وشغالها يبقى تدفع المسؤول معاية أو يغصب على كلها الراجل اللي عنده النفقة اللي عنده عزة ما يخليش مراته أو ما يكبرش مراته لو هي على ساعد من باب البر والإحسان نفسي مشكلة زي ما كانت سيدة خديجة رضي الله عنها تفعل ذلك مع سيدنا رسول الله من باب البر والإحسان وسيدنا رسول الله يعني زي ما بنقول شال لها ده بعد كده لما أحد زوجاته تكلمت على السيدة خديجة قال قال لا لا والله ما أبدلني الله خيرا منها صحيح سيدة خديجة لي يا رسول الله يعني وستني حين حرمني الناس صحيح وستني بمالها كانت يعني تنفق على سيدنا رسول الله وعلى الدعوة في سبيل الله تبارك وتعالى بحر مالها الخاص من السيدة خديجة يعني هو الذي يتبع النبي صلى الله عليه وعلى وعلى أهل وسلم ونقول إحنا مسلمين يعني إحنا متبعين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان لكم في رسول الله أسوة من حسنة إنت عاوز تتبع النبي وعاوز تكون قريب من سيدنا رسول الله يوم القيامة طب أنا أكون قريب من سيدنا رسول الله يوم القيامة إزاي بأحاسنكم أخلاقة كما قال أقربكم مني مجلسا يوم القيام أحاسنكم أخلاقا وأولى الناس بحسن أخلاقهم من؟ هم أهل بيتك فعندما تحسن إلى أهل بيتك وتجلس معهم وتساعدهم فتكون مع سيدنا رسول الله وبالقرب من سيدنا رسول الله يوما قيامة أقربكم مني مجلسا يوما قيامة أحاسنكم أخلاقا وقال صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله فاللي عاوز تكون جنب سيدنا رسول الله أو بجور سيدنا رسول الله يحسن إلى أهل بيته شيخ محمود يمكن إحنا علاقات مؤخرة تبقيت بالنسبة لنا يعني حاجة صعبة جدا ومش عارفين نوصل لها وطول الوقت تبقينا في جدال دائر ما بين الرجل ولا المرأة وإيه الفرق بينهم لكن يمكن ربنا سبحانه وتعالى لخص يمكن علاقة زوج وزوجة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكونوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله العصر البيتكم فيه اطمئنان واستقرام استكينة بشكر حضرك شكرا جزينا الشيخ محمود ويصل وعد بمركز الأزهر العالمي الفتوى الإلكترونية شكرا لحضرك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك الجميل ده ودعوة كلنا لكل الأزواج لما يساعدوا زوجاتهم عجبني جدا كلام الشيخ محمود في الفقرة أن القوامة ليس معناها تسلط رجل على زوجته لكن القوامة هي محبة وفضل ومودة ورحمة شكرا لك شكرا لك